هنأ سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة الرئيس الفخري لاتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة هنأ المدرب الوطني عبدالله الدوي بمناسبة حصوله على شهادة الحزام الأسود للتايكواندو من الاتحاد الدولي للعبة ليكون المدرب الخليجي الثالث الحاصل على هذا المستوى من الحزام جاء ذلك خلال استقبال سموه للمدرب عبدالله الدوي بمكتب سموه العامر بقصر الوادي وأشار سموه إلى أن وصول الدوي إلى هذا المستوى العالي على صعيد أحزمة لعبة التايكواندو يعكس حرصه على الارتقاء بهذه الرياضة البحرينية لهذه المرحلة المتقدمة والذي سيكون له مردود إيجابي على تطور لعبة التايكواندو البحرينية بشكل خاص مشيدا سموه بالجهود التي بذلها المدرب خلال مسيرته الرياضية والتدريبية والذي ساهم في تعزيز انتشار هذا النوع من فنون الدفاع عن النفس كما ثمن سموه الدور الكبير الذي يطلع به المدرب الدوي على المستوى التدريبي والذي أسهم في تخريج العديد من الدفاعات والمواهب من الرياضيين ذوي القدرات والإمكانيات للدفاع عن النفس المميزة والتي أحرزت لمملكة البحرين العديد من النتائج المشرفة وساهمت في تعزيز مكانتها على مستوى هذه الرياضة كما بحث سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة مع المدرب الدوي السبل الكفيلة لرفع مستوى ودرجة تطوير الرياضات القتالية بما يحقق استمرار الجهود الهادفة لممارستها بشكل مثالي وفق الأهداف والتطلعات الرامية لأن تواصل تلك الرياضات تميزها خلال المشاركات الخارجية القادمة لإحراز المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية من جانبه أعرب المدرب عبدالله الدوي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدا أن الجهود التي يبذلها سموه في رعاية ودعم الرياضات القتالية كان لها الأثر في أن تشهد تلك الرياضات لسيما رياضة فنون القتال المختلطة طفرة من التطور الذي تحقق عبرها نتائج مشرفة في مختلف البطولات والمشاركات القارية والدولية مضيفا أنه سيستمر في بذل المزيد من الجهود من أجل المساهمة في نماء وارتقاء تلك الرياضات